يو الإخوان مرحبا بكم في هذه الأوديو اللي غدين ندوي بفعل واحد ثلاثة الأخطاء تديرهم صحاب السيزيان صحاب الباك والباك حور وتنشوفهم بحل غدين في شي طريق عام رشوك ومبغيين شي لبسو شي صباط غدين نحفياني هذه الثلاثة الأخطاء غدين نتذكر عليهم في هذه البودكاست أخطاء تطيحوا فيهم تلناس اللي كانوا توجدوا من منتحاد هذه يعني يعني واجدين واجدين الامتيحان وتطيحوا في هذه الأخطاء فنبارتجيهم معكم وتذكروا فيهم شوية أهلا ومرحبا بكم في العرض الجيهوي نسخة ٢٠٢٤ إذا عندك الجيهوي ديال السيزيام هذا العام أو عندك باك حر علمي في هذا العام هذا هذا العرض غير عاونك بزاف أنك تاخد المواد ديال الجيهوي بربعة الاجتماعيات والعربية والفرنسية والتربية إسلامية تحضير كامل للدروس كاملة ديال المواد ديال الجيهوي في العام كامل وبالمناسبة هذا العرض هذا أراه محدود لكي تلتحق معنا فيه تواصل مع هذا الرقم على الواتساب أول خطأ هو البلونكو تجلاخ الإخوان عتي بنادم تنشوفه مثلا تلامد مساكن في الورقة تجلخوا الورقة بالبلونكو وفي الأخير يسأل له لماذا لا تجلب هذه النقطة وتكون دير في باله بلغ يجيب هذه النقطة وما تجيب لماذا؟ إن ذاك البلونكو تجلخ الورقة وبعد المرة تبغيت تدير البلونكو كل شيء تنسى تصحح مثلا تنسى تدير صحح وهو غير البلونكو وغير وجود البلونكو في الورقة تنقص النقطة لأن هناك واحدة العيبة تسمى بنظافة الورقة أعطيتك الماكلة في التبصيل رمشية أعطيتك في التبصيل أعطيتك في التبصيل لك شيء مزيين وهو أداك مقادر يعني ذاك شيء باين خط واضح أعطيتك في ميكا يعني الإنتباع المصحح عندما ترى البلونكو مجلخ في الورقة بطبيعة الحال تضرر الرأس لأنه يبقى لاسق معك خصوصا لأنه يصحح فوق البلونكو لأن الكتابة تتبعون مزيينة اردوا البل اردوا البل صحاب الباك حر يعني مي صحاب الباك حر لا الله يدروا الباك حر هذا العام صحاب السيزيان اردوا البلونكو في المتيحان وفي المتيحانات لكم من يتطيع الفوروض فبعد المرة إذا تجلختي لورقة البلونكو لا تسهول لن تتعلم لك النقطة التي تتعلم في ذلك الثاني شيء أريد أن أتذكر فيها هي السهو هي السهو ما من تنمية تبالية في القسم لن تدوز المتيحان تبالية سهية في مرحلة تدوز واحد خمسة دقائق أو لا كل مرة يعني كل كل أربع ساعة كيسها واحد خمسة دقائق أو أربع دقائق السهو ولكن السهو تدلي بزاف ديال الوقت فقبل المتيحان فكر رأسك أنك تكون واعي فيه لأنك لا تكون واعي فيه في وسط المتيحان تكون غير توصف فشة السهرة تذهب لك الوقت الذي كان ممكن تفكر فيه في الجواب أو ممكن يعني من الذي تدخل المتيحان نسى نسى الصداع ديال الدار نسى الصداع نسى الصداع نسى إذا لديك شي صداع أو لديك شي دعيبة نسى 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 على العالم كامل تكون صداع على المتيحان بوحده هذه القضية غلط التي تطعح فيها تن ناس التي تكونوا يعني مجدين وتكون مجد وتتطع في الغلط وبعد المرات هذه السهوة تنسيك في الأجوبة لكي تتساهم لا تعمل الوعي لا تعمل الوعي مع هذه الأسئلة لكي تكون صداع يمكنك أن تذهب في البالك مع تفكير آخر مع واحد الذي تتساله فلوس واحد تنظرت معك الفعائل واحد هذا فتتسرح مع ذلك تنسى ما كان المتيحان و يعني أنت خسر لأن بعد المرات تتنسى لكي تتنسى لكي تتنسى بسبب العقل العقل لا تحتاج الوعي ضروري لأن الدماغ لا تتركز على شيء تتنسى معها وتنسى شيء آخر سوف ينسى شيء وهو هذا المتيحان الثالث ما نختمه والتي تضيف فيها الكثير من الناس هي في الإجابة الصحيحة يعني تكون عنده هذه الإجابة الصحيحة تسمع شيء أو شيء تريد الإجابة الصحيحة بشيء لا يوجد علاقة هذه القضية يعني لا أكذب عليكم أكثر في اليوم وهذا مشكلة لماذا؟ لأن تتولي تسمع أخر وتتولي تسمع أخرين أنا أعقل تقريبا كامل لم يجب لماذا؟ لأن كانوا متفقين يقوموا إجابة وكانوا الناس الذين لا يقوموا معهم كانوا الناس الذين لا يقوموا يقوموا الإجابة الصحيحة ولكن لأن أجتمعوا أن يجبوا إجابة واحدة وكانوا إجابة صحيحة فصدقوا يعني كل شيء لا يقوموا بشيء لا يقوموا بشيء تمرين كامل تقريبا لا يقوموا بشيء لأن كل شيء يتفق العرب يتفق وكان يتفق هذا يتفق هذا يتسمى مغالطة العدد مغالطة العدد يقولك مثلا إذا كل شيء يتفق على فكرة إذا فكرة صحيحة هذا المجلس ليس بالطرور يكون صحيح ليس إذا كانوا الناس كاملين مثلا ناس كاملين غادية في الزنق بلحواج خاصة أن تذهب بلحواج فهذا يتسبب مغالطة العدد وللأسف للنفس البشرية هذا المجلس هذا هو هو القاعدة عنده إن الاستثناء تكون مختلفة على الجامعة خاصة تكون غادي معهم في القاعدة وإلا ستحسب المشكلة نفسي إذا لم تكن بحل الجامعة تحسب المجلس وتقدر تحاربه إذا وصلت الوعي بهذا المغالطة اللي هي مغالطة العدد فهذا ومثلاثة دي الأخطاء اللي بويت نبرتجي معكم ولي الناس اللي ستعجبهم هاد هاد شي هادا و هاد البودكاست هادا و هاد هاد الدرداش هادي اللي كنديرو مرحبا بكم ما تنسوش تشتركو في القناة و هاد الفيديو راه برعاية كورس الجيهاوي